طيب الاتحاد الافريقي طبعا اعتمد الملاعب وانتوا عارفين كل ما يبقى فيه ادوار سواء للمنتخبات اولان ديال كيف بيحدد الملاعب بالمناسبة يمكن الملاعب المعتمدة في مصر ما فيهاش جديد هي هي استاد القاهرة الدفاع الجوي برج العرب استاد السلام ملعب السويس اللي هو ملعب محافظة السويس واستاد هيئة قناة السويس وقضمكم على الشاشة طبعا الملاعب المعتمدة والاتحاد الافريقي اعلنها النهاردة وشايفين طبعا فيه دول قدامها الخانات بتاعتها فاضية بوركينافاسو بروندي القنغو الدموقراطية جيبوتي مصر قدامك هي طبعا الملاعب المعتمدة ست ملاعب وانا برضه هسأل سؤال فين استاد الاسكندرية فين استاد الاسماعيلية الاستاد دي اللي اتصرف عليها فلوس واتلعب فيها كاس أمم 2019 ليه الاستاد دي خرجت من الاعتمادات الرسمية للاتحاد الافريقي هل اتحاد القرى اكتفن يبعد ستة بس طبعا احنا شايفين المغرب حتى ستة سبعة وعندها ملاعب لسا مقفولة بس عندها جنوب افريقيا حتى تسع ملاعب شايفين قائمة ملاعب مصر فين استاد الاسكندرية فين استاد الاسماعيلية يا جماعة اللي استاد دي تصرف عليها فلوس كتيرة جدا من خمس سنين عشان كاس الأمم لازاي تخرج من الأدوار التمهيدية او تخرج حتى من أجندة المنتخبات في التصفات الافريقية او التصفات كاس العالم الناس تقول لي ما قال أهل مش يلعب هناك ولا بيرامدز اوكي بس في نفس الوقت افريق فريق جورماهي القيني عايز يجا لعب في استماعيلية افريق فريق جنوب السودان حابب يلعب في اسكندرية فرصة أجر ملاعبك هاتي الفريق دي تلعب في هنا بدل ما تلعب في المغرب بدل ما تلعب في مكان تاني ادي مساحة يبقى عندك ستة وسبعة وتسعة ملاعب ما يبقى ستة بس عموما ده سؤال احنا طرحناه ونتمنى يكون فيه اجابة عليه الفترة اللي جاية اخر حاجة الناس بتقول لي سبعة وعشرين تسعة الاهل وزمالك اه يعني يوم الجمعة بإذن الله يعني السوبر التاسع قول يا رب ان شاء الله ما هو نفس اللي حصل لما الاهل لعب الجمعة برضو مع الزمالك يوم الجمعة وكانت التسعة بتوقيت الاهل هي كلها بس ايه حاجات بنقربها من بعض لعله وعسى واحنا بنتمنى ان افشى يكون موجود والمطش يوم الجمعة وهتبقى البطولة التسعة لعله وعسى تضرب معانا تاني بإذن الله ان شاء الله ويكون الاهل نصيب الحظ لي بوجود افشى وفي مباراة يوم الجمعة يكون التسعة من نصيب الاهل التسعة مش في دور الابطال ولكن تسعة سوبر لان الاهل عنده تمانية سوبر افريقي نخرج لفاصل ثم نواصل